السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيالكم شباب مشاهلا طيبين معكم عبدالعزيز اليام بشرحكم كيف ترككموه الجيل بريك على الايبود او الايفون او الايباد طريقته سهلة مرة ما يبغى لشي ونبدأ اول شي تدخلون الرابط اللي بحطه في الدسكريبشن تدخلون عليه اول ما تخرين عليه اطلب يحمل عندكم طبعا انا محمله من زمان بس بعلمك كيف طريقة تحميل اول ما يخلص التحميل تروح للملف نفسه تروح للملف نفسه تستخرجه منه عن طريق برنامج المينرار اول ما استخرجه تدخل برنامج هذا خلاص الحين او اضغط عليه بتلاقي الملف هنا طبعا هذي طريقة تصرح لتحديث خمسة خمسة بوينت وين وين وبس يعني تصرح كل الجهزة اول ما يخلص تحميل خلاص ضغط على العلامة التفاعل هنا الخضراء بتلاقي الملف هذا تضغطون عليه بعدين تضغط على هذا نفسه بعدين تلاقي المربع اول ما تلاقي المربع اشبك الايفون او الايبود او الايباد طبعا لازم يكون على تحديث خمسة بوينت وين وين اللي هو هنا هذي اول ما تشبكه كلام كلام جيلبريك بيبين الحين شفاف لانه ما شبك شيء وطبعا المركبة مزمانين لو حذفته ما عده قدر رجع ثانية خلاص اول ما انت اول ما تشبكه يطلعك لون اسود تضغط عليه ويمشي عاد تخلى ولا تلمسة ولا شيء واذا خلص تحميل وكل شيء ادخل على الايفون تلقى برنامج السيديا اول ما تلقى برنامج السيديا تضغط عليه بعدين اول ما تضغط عليه بيطفاء بعدين يعود يشتغل ثانية بعدين ادخل حط يوسير بعدين عد كمر حمل انستال البرامج المهكرة وكل شيء ان شاء الله يكون الشرح واضح ولا تنسون فضل على لايك سبسكرايب كان معكم عبدالعزيز مع السلامة